خوف وقلق دائما ما تراه في عيون المتواجدين في هذا المكان فهنا فقط يكون للموت عنوان في شهادة وفا مشرحة زنهم بحي السيدة زينب الواقعة في نهاية شارع طويل يشبه في صمته صمت القبور صمت لا يستمر طويلا أصوات كهذه قد تبدو استثنائية لدى البعض لكنها لجرام مشرحة زنهم علامة لبدء يوم جديد احنا أول حاجة بنصح على صوت دي أول حاجة يعني أي حدي تاني يسمع يصح على ست يور على ست حاجة حيروة احنا بنصح على ست الصوت بيطلقوا علينا نووة جران الموت يعني احنا أي حاجة اينا احنا بنستقبلها ممكن تيجوا الصبح ما تلاقيش حاجة وفي ثانية تلاقيها بقيت فعلا مقابل تلاقي ناس وصوت وزحمة وضعفش تمشي ثلاثة ساعات قضيتها راصدا محيط مشرحة زنهم رحل آخر جثمان وخرج بعده الشيخ سعيد أكبر مغسل بالمشرحة ولأنه يعمل منذ أكثر من 18 سنة فلم يخرج من هذا المكان شهيد أو فقيد إلا وغسله الشيخ سعيد ورغم رفضه التسجيل معي تخوفا من المسؤولين إلا أنه أكد أن من هنا شيع جثمان الجندي وجيكا وكريستي وغيرهم ضحايا لأحداث سياسية مختلفة تركت أثرا أيضا في أذهان جيران المشرحة الموضوع الرابع دول هنا كانت الشارع كلها مقفولة من كتر الناس من كتر الأهلية كان فينا معلقة من 25 ألف في الشوائد كلها كانت شارع كلها متقفلة وإحنا هنا كان فينا تلت تلقات كبار فيهم جسس والريحة كانت جامدة عن منطقة كلها يعني أنا مفع الشوائد على الأوت الشبشاو تشمي ريحة هي رحيتنا من ريحة البنقادة المعاظز هي دي رحيتنا في منطقة كلها كانت جماعة بعادية والناس تعمل الخير كتير برد يكون بنساهم برد مكان واحد اجتمع فيه الفرقاء فرغم اختلافهم سياسيا مع بعضهم البعض في الدنيا إلا أن مكانا واحد جمعهم في الرحيل لتبقى الجدران مخلدة لذكرهم أحمد عبد الصمد برنامج مصر جديدة مع معتز الدمرداش